اشتركوا في القناة الترديسيونال الاصلي لو كم عليكم كان انكم تبقاوا معي الاخر الفيديو خطر باش نجاوب على عديد من التساؤلات اللي طرحت لي بخصوص الزرير التونسي وعالكميات زادة كيف كيف ولهنا باش نتناولوا مع بعضنا المشاكل متاع الزرير وكيفاش نجموا حتى نصلحو خليكموا معي الفيديو بصراحة مهم جدا اذا كانك تحب تعمل الزرير بنين وبالطريقة الاصلية وديك حويجة بالحق دلولة ويفرحو وتنور لك وجهك وبصراحة حاجة توب دو توب الزرير متاعنا كيما تشوفوا القواب بتاعه كريمي رائع جدا والبنة ما نحكي لكمش على البنة والفيحة اللي فيه خليكموا معايا ويلا نمشيونك تشفوا المقادير وطريقة التحذير لكن في رساتنا لليوم باش نبدأوا نحضروا المقادير بوحدة بالوحدة حتى لنوصلوا للمقادير النهائية اول حاجة لهنا عندي كمية من الجرجلين وتونا تفهموا على الكميات مبعد جوستو خانعلمكم لزيتاب في طريقة التحذير ناخدو الجرجلين متاعنا ونخسلوهم مليح 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 ما اقلش من ستة ولا سبعة مرات حتى ليني الماء متاعو يخرج نظيف ترانسبران كأنك مزلت يعني جبته جديد باش نخسلو زرير متاعنا مليح نتأكدو انو ما عادش فيه حتى اتربة ولا اوساخ ولا حتى شيء ونبعتلي نجففوه كسسواء على الشف الشمس او في الفرن ونبعتلي نحمصوه بالنسبة لتحميس الجلجلين ولا السمسم ما ننصحكمش انكم تحمصوه في قلاية على خط الرابش يولي لكم شيء معارج بالبرشا وشيء معارج بالقدان نوك ننصحكم ديما في التعريش تعرجوه في الفور نوك عرشت الجلجلين متاعي في الفور وهو ما زال دافي ولا سخون باش نبدأ نرحي فيه علاش باش يسهلنا انه يقرر زيته في سعب لهنا يا راني بديت نرحي فيه دجا وبالنسبة لي وبيكل صدق باش نحكي معاكم فيه موضوع راحية جلجلين خطر تسألي السؤال هذا يجي مليون مرة بخصوص راحيان وما هي الربو والباهية ومن عرشنو من عرشنو راني في المسيرة متاعي الكورجة جربت برشا برشا انواع متاع دي الربو البعض اللي تحرقوا البعض اللي معناهم ما كانيش في المستوى التوقعات متاعي المهم في اللخر رصيت عن الربو هذي وبالحق روعة 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 عرفتك اللي يقولك سباقة وجرية وما تاكلش الشعير الربو هذي هكيك ما هيش غالية وتعمل لكم ريزولتات بالحق طيارة توب دي توب اولا ربو هذي من مارك جديال كيما شفتو الشركة جديال دونك ترحيلي الجلجلين ولا اي نوع مكسارات ليني قرزتو شوفو كيفاش دي جا جوز تمتم توسعوا بالكم كيما اي ربو في العالم عمركم ما تبدو تنزلوا عليها حتى لين تطلعوا منها الدخان يلزمكم تسويسو ربو متاعكم وتستحفظو عليها باش تعيش معاكم تعيش معاكم بالحق تعيش راهو مهمش الوقت قداشا ما تعيش كي تستحفظو عليها كيفاش تستحفظو عليها يعني ما تبدوش تنزلو عليها وانه وتخليوك الربولين دي تدخن لا تنزلوا عليها شوي دور رتحوها عاودو انزلو شوي حركوا كل المزيج اللي حطيتوك يسوها جلجليان وعاودو انزلوا ومثو ما ماشينا كيكا حتى لي انت تحصلوا على الوزلتاء هذي شوفوا لهنا في النهاية كفشت حصلت عليه الجلجلين بات صدقوني توب على اللخر اندو تروى اذا بيا رحيت الكمية اللي عندي الكل كنت نستعمل في ماركة اخرى لا علينا في ذكر الاسامي ما كانتش ترحي لي الجلجلين كيما نحبه اني تخليه في اللخر محبب سيح يقر زيته لكن يقعد لي محبب شوية مش كيما الفصان هذي ترحيه لي لني ولي ارطب ان شاء الله تكونوا فهمتوني في النقاط اللي حكيتهم لكم باي نعرفكم باش يسألوني مني شريتها وكيفيش ومنعر شنوها وقدش منواتوك لحكيت هذيك الكل تو سمبل ما شريتها من السوق بوانتيين دونك بتوم اذا كان حاشتكم بالباتورة ذيها ولا بروبو هذي هي فيها ربو متعليبيس هذيك وفيها صدق بصنة عاصير دون خليكم الرابط في صندوق الوصف وإلا رقم الهاتف مثبت في التعليق ولا في صندوق الوصف اذا كانت حابوا تاخذوا منها ما هي شي غالية وبراتيك على الاخر في الخدمة الحقيقة يدي وسقيا ورحمتني على الاخر في الخدمة تيك تاك اذا بيا نكمل كل شي دونك بعد ما كملت الكمية متع جيجلاني اللي عندي الكل نجيول هنا الكمية البوفريوة الموجودة بالنسبة لي اخذيت الكمية متع البوفريوة هذيك بطبيعة مسحتها بالقدير البوفريوة ما تتخسلش تمسحوا البوفريوة متاعكم بالقدير وفوما شكون تسئلني زادا كيفاش نجموا نخزنوا البوفريوة البوفريوة تنجموا تعبيوها في ديس اشي أليمنتر وتقطوا عليهم لهوية وتحطوهم في الكنجيلاتور وقت اللي حاشتكم تطلعوا البوفريوة متاعكم وتجمروها في الفور ومن بعد تالي تختموا بها زرير متاعكم ولا اي نوع حلويات دونك نفس المبدأ بالنسبة لي هنا ما نيشي بش نحي للبوفريوة القشرة متاحها بش نخليها بالقشرة متاحكم ما من القشرة بها وبنينة بش نرحيها بقشرتها دونك عبيت له هنا البوفريوة متاعي فرحة كما شفتوا له هنا راني ججلين نرحيته في الليل والبوفريوة نرحي فيها في الصباح على خاطر اولا بش ما انتعبش مكينتي هذي حاجة واي نوع مكينة ماذا بيكم مدركوش عليها ياسر بش تستحفظوا عليها هذي حاجة وثانية حاجة قصة نتعبت يعني مجلش نرحي ما كل فرد وقته لنعمل لازيتابل كل خاصة ننصور وكل شي بش نوريكم التفاصيل قلت ديما نصوركم في الإضاءة تكون أحسن يكون هذي أخص أحسن وخير يعني دونك حتيت البوفريوة متاعي بعد ما عرشتها ديجا في الفور ليني نوليت اللون متاحها كما شفتوا دوري رد بالكم وتعارجوها ولا تحمروا البوفريوة متاعكم على المقلات على خاطر اي بش تولي يشتر حمرة واشتر بيذة دونك ننصحكم انكم تحمروها في الفور باش تكون معناها الكويسان متاحة ولا نسبة الطياب متاحة يكون متساوي يعني باش كيترحيوها يجيكم اللون متاحة هكاكا بني ما يجيكمش اللون متاحة نصف بني هيكا فاتح ما هو موشي اللون ننتاع من وزات اللي حشنا به للزرير ان شاء الله تكونوا فهمتوني وان شاء الله تكونوا استفدتوا كيما شفتوا رحيتها بالمكينة ذي كدولا مارك جديل بصراحة نحبها على الاخر براتيك وسريعة تيك تاك اذا بيا نكون كملت كمية كل كيما قلت لكم انتم تستحفظوا على الروبو متاعكم تجيكم محوي جادة اللولة ومزيانة تخليكم رقم الهاتف منيني خذت الروبو هذي واذا كان عجبتكم تنجمو تاخذوها دونك حاجة براتيكة على الاخر ومساعدتني لحقيقة متومة دي ما تسألوا فيها شنو نستعمل هني وريدكم شنو نستعمل باش نحضر الزرير متاعي دونك ومقارنة باي شركة اخرى ولا باي ماركت اخرى بصراحة هذي ارخص وخير واضمن واسرع متومة لكم حرية اختيار بالنسبة لي قلتولي شنو تستعمل هني وريدكم شن شنو نستعمل معها كيما قلتلكم القبصانة العصير زدها رحمة وكم تعرفوا شنو وصار للقبصانة العصير متاعي اكل كنود الكبير اذك دونك هذي البديل حصلوا حاجة لوكس دونك قلكم وبعتلي اكثر تفاصيل دونك هني عندي اربعمية جرام زبدة زبدة من المستحسن تكون زبدة من مصدر حيواني بطبيعة بايش نحطوا زبدة متاعنا على النار رد بالكم وحذاري انكم تستعملوا المارغارين الزرير التونسي عمره ما كان يجيب المارغارين باك عندي كمية الزبدة هذيك باش نحطها على النار وهنا باش نتشارك معاكم لزيتاب دو اا جسكا زيت دونك نحطوا الزبدة متاعنا المنصدر حيواني على النار وعلى غاز يكون هذي سباقلكم مسئلتوني شنو نوع الزبدة اللي تستعملها كيف كيف نعاود نجاوبكم ونقولكم راني جنرال ما نستعمل كان زبدة فيتالي ما نعرش نحسها ابن واخف وخير ودجا لونها ابيض واشرق من الانواع الزبدة الاخرين وكل واحد حر انتم تسألوا فيا ويني نجاوبكم على الاسئلة اللي تسألتلي ممكن نحطوا الزبدة متاعنا على النار والنار تكون هادية ونخليوهاك الزبدة تغلي من غير لتنحيوها لك الكشكوشة من الفوق لحد شي تتوصلوا تراو انو الكشكوشة على نار هادية ولات بالشكل هذيكا سيي اطفوا النار وخليوها تهدى حتى لين كشكوشة كل تتنحها وشوفوا كيف الشيوان اللي منظرها ونبع التالي تف نصف فيوها اذا بينا تحصلنا على البردن وازاد شوفوا كيف نيا دجار ريحة متاحة بنينة بشكل رهيب بالحق هذيه اصل وسر وفيه حتى الزرير التونسي في الزبدة هذي اذا كان ما حطيتوا هاي شاركوا ممكن شو تحصلوا على زرير ابني اربعمائة جرام بتاع الزبدة هذيكا تحصلت على 312 جرام متاع من اربعمائة جرام يعني 312 جرام بردن وازاد نجي وطوى للشحور متاع الزرير سامحوني يلا غالب المعلومات يعني متكاثفة ومتراكبة على بعضها اللي غالب دونك عندي لهنا كيلو جرام من السكر بيش نعملكم مقدار كيلو جرام توما كيتحبوا الضعف والكميات حتي تاليه نصف لتر من الماء وعشرين جرام من جود أرانج جود سيتران دونك بتوما اللي هو عصير الحامض وتنجموا تعاوضوا بلعقتين اكل من عصير الحامض بدون تعقيدات ولا تفلسيف وتنجموا تزيدوا عليها دا كيف كيف ملعقة صغيرة من الغليكوز ما يضرش الغليكوز يخلينا شحور متاعنا مايرجعش يسكر نهائيا هو والعصير القارس اما تنجموا بتعملوا بالطريقة الزبنية كيلو ما عملت قدامكم جوز تكتفيوا بكل عشرين جرام متاع جود سيتران دونك نحطوا السكر والماء مع بعضهم ونخليهم على النار تكون نار متوسطة لضعيفة حتى لين يوصلوا لمية واثناشن درجة للناس اللي عندهم ترموميتر للناس اللي ما عندهم مش ترموميتر تقعدوا تستنيوا حتى لين السيروم بتاعكم يطيب يمكن عشرين دقيقة اربع ساعة اكثر من عشرين دقيقة عشرين دقيقة هكاكا على النار من متوسطة الهادية حتى لين السيروم بتاعكم يطيب لازم يطيب نجي وطيب للكميات والدوزاج اللي بيش نستعملهم في الزرير متاعي عندي لهنا كيلو متاع جلجلان مرحي لنوالابات 500 جرام ولا 500 جرام بتاع البوفريوة و400 جرام عسل 400 جرام سيرو و300 جرام زبدة كنلاحظت لهنا المقادير مضبوطة كيما شفتوا بش تطلع لنا كمية متاع الزرير زوز كيلو و530 جرام ولو 40 جرام ولو 70 جرام المهم ملاحظة نجمو تعملوا كامل الكمية بالسيرو بالنسبة لي نعمل اشتر سيرو واشتر عسل من قديم الزمان وساعات كي ما يبدأش عندي عسل نعمل الكمية الكلها بالسيرو كيما وريتو لكم من اللول كيلو جرام سكر عليه 500 ميلي لتر ما عليها كعصرة القارصة اللي هو 20 جرام قارصة ونخليهم على النار حتى لين يطيبوا يوصلوا لدرجة حرارة 12 درجة نستنىهم حتى لين يبردوا ونحطها ككب طريقة تحذير الزرير متاعنا نحط باتل تعججلين على باتل بوفريوة على كل البر اللي غليتها متاع الزبدة بردون وزيت على الشحور وردوا بالكم كان لعسل ما تحطوهوش لعسل رهو عمرو ما يتعرض للحرارة لعسل عمرنا ما نطيبوه على النار نحطوا المكونات اللي شفتوهم هذوما الكل على النار مع التحريك المستمر النار تكون هادئة ردوا بالكم رحنا ما حاشناش باش نغليوا المزيج المزيج يبدأ يغلي على النار هادئ على الاخر ونبدأوا نحركوا حتى لين مكونات الكل تداخل في بعضها والذوب في بعضها رهو كل شي طايب ما نستحقوش باش نزيدون طايبو الزرر متاعنا خوضوها قاعدة ومعلومة صحيح دوك لهنا بعد ما حركتو شفتو الزرر متاعي كيفاش ذوبتو وحليتو في بعضو بالكيفية هذي اننا حيها على النار ونستنى عليه شوية ومن بعد تالي نزيد عليه نستنى عليه شوية رهو الجست حكيت درجين هكاكا ومن بعد تالي نزيد نلحق عليه كمية العسل اللي عندي بطبيعة بتعمل عسل اسبانيا والعسل احنا في تونس نقولو عسل اسبانيا يعني العسل يبدأ مغشوش متاع المغازات وكل شي وإلا تعملوا العسل الحر لكم حرية الاختيار بالنسبة ليه لاني عملت عسل حر متو ما اعملوا العسل اللي يظهر لكم دوك ونخلطك الزرر متاعي الكل في بعضو اذا بيا سييه لهنات حصلت على الزرير مئة بالمئة اصلي وبمقدير مضبوطة فما سؤال اذا داي تطرح عليها برشا هو الزرير اذا كان جي يابس باش نصلحوه شنو نعم لولو دونك اذا كان جي يابس راك اختي راك طيبتو برشا على النار هو ما يطيبش برشا كل شي طايب جست نحركوا باش المكونات كل تتجانس وتداخل في بعضها سيين هبطوها على النار مايقعدش يغلي يعني برشا تقعدو تثردو وتعصدو فيه موش زرير هذك حاجة اخرى دونك كيفاش تصلحو يا اما ديدو سيرو خفيفة على الاخر او ديدو كمية من الماء المعدني فنجين هكا ماء معدني مغلي وتحرق كل شي مع بعضو على النار تكون فريما هادية على الاخر جست باش ندخلو المكونات وبعاها وسيين اتفيد قاز ردو بالك نددت غليه خطرك باش تحمرو شكرا زيقائي نكون وصلنا نهاية الفيديو كان عندكم اي تسائل ولا استفسار خليوا لي في اللي كومنتير وبحاول اللي نجاوبكم وطبع ما بقى لي كمشي قولكم دومتم في رعاية الله وحبه ونشوفكم ان شاء الله يا ربي فيديو جديد